رغم محاولات إسرائيل المستمتة نشر أخبار عن حالة جنودها المعنوية المرتفعة ورغبتهم في مواصلة الحرب لكنها لم تقوى على إخفاء الواقع المغير فكثيراً ما يتم خروج تسريبات تؤكد رفض جنود استمرار الحرب ورفض آخرين التجنيد الإجبارية حتى أن تقارير أفادت بحدوث موجة نزوح خارجية من الإسرائيليين لدول أخرى إما خوفاً من الحرب أو رفضاً لها وفي آخر التسريبات كشف إعلام إسرائيلي عن حالة من الفوضى وعسيان للأوامر في صفوف جيش الاحتلال بعد رفض عدد من جنود الاحتياط مواصلة أعمال القتال في غزة وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن ثلاثين عسكرياً من جنود الاحتياط في لواء المظليين أبلغوا قادتهم أنهم لن يواصلوا الأعمال القتالية في غزة بسبب إرهاقهم الشديد وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بانتشار حالة اليأس بين عدد كبير من الجنود وأشارت إلى ارتفاع مستوى الشعور بالاستنزاف والإنهاك في قوة الاحتياط بعد أشهر من القتال هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجنود حالة التمرد والعصيان لأوامر القادة حول عودتهم للقتال ففي أواخر فبراير أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بطرد تسعة من الجنود وإخراجهم من القتال في قطاع غزة بسبب رفضهم الأوامر العسكرية وتم وضعهم على ذمة التحقيق وفي مارس الماضي أعلن سبعة وثلاثون طيارا من أصل أربعين طيارا امتناعهم المثول في معسكر للتدريبات كالمعتد والطيارون الأربعون هم مجموعة الطيارين لاحتياط الذين يقودون طائرات مقاتلة لدى سلاح الجو الإسرائيلي التابع للجيش حالة الخوف واليأس بين جنود الاحتياط تنتشر بين أسرهم وعائلاتهم خاصة مع طول أمد الحرب ونتنياهو لا يرى ولا يسمع تلك الأصوات فقط ينظر لأهدافه ولتموحه الأعمى كان ضباط متقاعدون أعلنوا مرارا رفضهم لسياسة نتنياهو في إدارة الحرب واستنزاف طاقة الشباب العسكريين وسبق أن تظاهر عدد منهم رافضين تلك السياسة متهمين نتنياهو بالأنني الساعي لتحقيق طموح شخصية كان عدد من أهالي الجنود قالوا في وقت سابق أنهم يخشون على أبنائهم خاصة في ظل تخاذل حكومتهم عن الإفراج عن المحتجزين واستمرار القصف العنيف الذي قد يودي بحياة المحتجزين أيضا وأضاف بعضهم أن الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة وكانوا مرهقين تماما وبدلا من إخراجهم للتجديد وإعطائهم الزي العسكري عندما يطلبون ذلك فإنهم يتعرضون للإذلال ويتم تهديدهم بفقدان شهادة المحارب الخاصة بهم اشتركوا في القناة